موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم The Five Bloods الفيلم الاحدث الاصلي على منصة نتفليكس والفيلم الاحدث من صنع الافلام الامريكي سبايك لي وسبايك لي من صنع الافلام المحترمين اصحاب الاسماء الكبيرة والمهمة جدا لسه فايز ورايب جدا بجائزة الاوسكار عن افضل السيناريو عن فيلم بلاك كلانزمن وترشح لجائزة الاخراج كذلك وقبل كده اترشح لجائزة السيناريو من خلال فيلم دو دا رايت تينج وليه افلام كتير جدا متميزة وحقيقي حلوة زي زي مالكوم اكس زي وفي نفس الوقت ليه برضو افلام خيبانة زي المحاولة البائسة بتاعة امراكت فيلم اولد بوي في 2013 بس عموما هو على المستوى الفني والتقني صنع افلام صاحب بصمة وصاحب مدرسة وكشخصية هامة في المجتمع الامريكي يهموا جدا الاثار بتاعة الظلم وانعدام العدالة تجاه المجتمع الاصمر في امريكا واللي عبر عنها في فصول كتيرة جدا وفي الفيلم دا كمان بيعبر عنها وفي احد الفصول الحربية وبالتحديد الحرب الامريكية في فيتنام بالتناول لقصة اربع اصدقاء من الامريكيين اصحاب الاصول الافريقية في زماننا الحالي اللي بيرجعوا الفيتنام هم اصلا من المحاربين القدامى في حرب فيتنام وبيرجعوا تاني لاستعادة اشلاء او بقايا او رفات صديقهم وقائدهم في الحرب الامريكية في فيتنام وفي نفس الوقت بشكل سري لاستعادة كنز هم وجدوا ودفنوا في ذلك الوقت ولكن المحاولة دي او العملية دي بتشهد تعقيدات كتيرة جدا وبنتناول من خلالها مواضيع كتير جدا سواء في حدود القصة اللي احنا بنتفرج عليها او بنعكستها على الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي الفيلم دي يا جماعة مش من الافلام البسيطة ولا السهلة بتاعت سبايكلي مش زي ما دايما ممكن نحط في الاعتبار ان المخرجين الكبار لما بيجوا يشتغلوا على المنصات الغير سينمائية او يعني ما عرفش اللي هي المنصات بتاعت العرض المشاهدات المنزلية من الاخر يعني بيلجأوا لطرق بسيطة او لافلام اسهل او حاجة زي كده ده طبعا ما كانش حقيقي في فيلم دي يا ايرشمان السنة اللي فاتت والمرة دي كمان مع فيلم سبايكلي بكل تأكيد مش حقيقي ده ممكن يكون من اعقد واغنى الافلام اللي قدمها سبايكلي ممكن القصة بتاعته ينظر لها بعين الدراما ممكن ينظر لها بعين الافلام الحربية ممكن ينظر لها بعين الافلام الاكشن ده على مستوى التصنيف وعلى مستوى المحتوى بيتناول مواضيع كتير جدا 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 منها زي ما بنقول كده فصل جديد من فصول الظلم والعنصرية اللي بيواجهها المجتمع الاصمر في امريكا بشكل عام او اثناء الحرب في فيتنام بشكل خاص او الجرائم الامريكية اللي تم ارتكابها في فيتنام بشكل اعام او قصة الصداقة والزمالة الحربية ما بين اربع اصدقاء قدامة او الاشباح والالام اللي بيتعرض لها البعض من خلال تجاربه الحربية او على مستوى سطح شوية قصة المغامرة للوصول لكنز او التعقيدات اللي ممكن تقابلها مغامرة زي دي من النواحي الكتير والافراد الكتير اللي ممكن تتدخل فيها وقصة تعقيدات ما بين ابو ابنه حاجات كتيرة قوي بالاضافة طبعا للانعكاسات والاسقطات الكثيرة جدا على الوضع الحالي في السياسة العالمية وفي السياسة الامريكية بشكل خاص وهنا المشاهد بيلاقي نفسه امام تساؤل مهم جدا هو كل حاجة بتحصل في الفيلم ده ليها رسالة لان في مشاهد وفي تسلسلات وفي تكونات وفي حوارات وفي اشارات كتير جدا المشاهد ايا كان طبيعته ايا كانت نوعيته حيلاقي نفسه بيقابل تساؤل هو اصده ايه هنا صعب قوي تصدق انه ومش قصده غير ان هو يحكي الحدوتة دايما هتلاقي نفسك اه الاختيار ده في الملابس وراه حاجة الاختيار ده في تعقيدات الشخصية دي وراه حاجة الكنز ده بيرمز لحاجة الرفات بتاعت الصديق القديم دي بترمز لحاجة الماديليا بتاعته بترمز لحاجة اللي هي السلسلة اللي عليها الاي دي بتاعه كل حاجة في الدنيا هتلاقي نفسك بتتساءل هي بترمز لايه لدرجة في تقديري الشخصي انا ممكن تفسد تجربة المشاهدة ولذلك انا شخصيا كمشاهد اثناء اثناء متابعيتي للفيلم خدت اختيار مبكر قوي عشان اريح دماغي وهو ان لو الاشارة ما جابتش معايا اسقاط سريع جدا حتغاضع عنها وحبتجي اتفرج عليها وحاول استمتع بيها في حدود القصة وفي حدود تجربة المشاهدة دي انا انبسطت جدا لان في حاجات مش عايز اقول سهلة بس عايز اقول ان طريقة الاشارة لها كانت موفقة جدا من السيناريو ومن اسلوب الاخراج لدرجة ان ما فيهاش مجهود كبير مطلوب من المشاهد علشان يكون تصور طبعا تصور ممكن يكون صحيح وممكن يكون غير صحيح ده عادي جدا يعني كل مشاهد يا جماعة من حق ان هو يترجم اللي بيتفرج عليه زي ما هو عاوز وفي بعض الاحيان لقيت الموضوع مرهق شوية فتغاضيت عنه من الاخر كده ما حطيتش في بالي اكتر من اللازم هنا الفيلم بيقدم لنا ادوات مساعدة وهي ادوات مساعدة فنية كثيرة جدا متعارف عليها ومعتادة في افلام سبايك لي بعضها في الفيلم ده بالتحديد كان موفق وبعضها كان غير موفق اولا احنا عندنا لقطات ارشيفية كثيرة جدا واشارات لحوادث في التاريخ الامريكي الاسمر سواء بقصص معروفة او قصص اقل شهرة في بعض الاحيان بتبان طبيعية وفي احيان كثير جدا بتبان مقحمة جدا جوه الاحداث اللي احنا بنتفرج عليها في بعض الاساليب المصرحية المعتادة للتعبير في افلام سبايك لي الحقيقة دي كلها كانت موفقة سواء من على المستوى التكسيدي او على مستوى اللقطات اللي ممكن تبان مقحمة وانا هنا بقصد بالتحديد التسلسلات اللي ظهرت فيها شخصية شهيرة جدا في الحرب الفيتنامية وهي شخصية هانوي هانا دي كانت مزيعة راديو يا جماعة كل شغلانتها في الدنيا انها تقصر في مقدي في المحاربين الامريكان وتوقعهم في بعض وطريقة تناولها جوه الفيلم حقيقي كانت عظيمة انا مكنتش عارف الشخصية انا قاريت عنها بعد ما شفت الفيلم اه لا حقيقي عظيمة تيجي تقولي مقحمة ولا مش مقحمة الى حد كبير جدا مقحمة ولكن استمتعت بيها استمتعت بطريقة تصويرها استمتعت بطريقة تقديمها ده ما كانش الحال في كل الأدوات وكل الاختيارات الفنية للفيلم أخدها وبعضها كان جريء جدا وبعضها ممكن يدفع المشاهد حقيقي انه يفكر هو سبايك لي عمل كده ليه يعني مثلا الفيلم بتاعنا على مستوى السر ده ما هوش مستوي احنا عندنا رحلات كتير في الماضي في أزمنا لا يتهايلي هو في زمن واحد يا غير اللقطات الأرشفية القلطات الأرشفية ممكن تكون بتتنقل في الأزمنا كتير شوية ولكن احنا اللي يهمنا في الفلاشباكس هي الشخصيات بتاعتنا لما كانت صغيرة مع صديقهم أو القائد بتاعهم والفيلم أخد اختيار غريب جدا في الموضوع ده ان أبطلنا الأربعة لما كنا بنرجع في الماضي ما كانش بيصغرهم في السن كان بيجيبهم بسنهم الكبير ده أنا مش عاوز أعتدي على حق المشاهد في النقطة دي في أنه يفسر دي زي ما هو عاوز بس أنا بالنسبة لي كان ليها فايدة مباشرة عملية جدا وليها فايدة تانية مباشرة برضو ولكنها مطروقة لفهم المشاهد الفايدة العملية هو أن اللقطات دي ما تاخدش أكتر من اللازم عشان تعرف مين فيهم مين يعني أنا عارف أنه لو جابوا ممثلين صغيرين عشان يعملوا الأدوار هتبتدي تسأل طب هو ده بول ولا هو ده فلان الفلاني ولا هو ده معرفش مين هنقعد وقت محتاجين وقت فوق الوقت لأنه أصلا الفيلم طويل عشان نعرف مين فيهم مين وهو صغير أو لو كان لجأ للتقنيات بتاع التصغير السن والماكياج يا إما كانت حتبقى مش مقنعة يا إما كانت حتزود التكاليف والتعائدات والأمور دي كلها فده على الجانب العملي على جانب التجربة بتاعت المشاهدة أو التجربة الفنية رسخ حاجتين مهمين جدا أولا هو أن الذاكرة حضرة جدا أن اللي حصل ده ما هواش حاجة في الخيال أو أن تأثير الشخصية القديمة الشخصية قائدهم ديت عليهم عشت معهم لغاية لما بقوا رجال مسنين وعلى الجانب الآخر أن الذاكرة دي موحدة محدش فيهم فاكر الموضوع بطريقة مختلفة عن التاني هم كلهم فاكرين اللي حصل بطريقة واضحة وده نقطة بنوش طب عليها وبنحطها على جنب الموضوع في المقطة دي بالتحديد في الحاجات التاريخية ما هياش أمور منظور اختيارات فنية كتيرة جدا واختيارات تعبيرية كتيرة جدا زي ما بقول فيها مخاطرات ومن المفهوم من خلال المخاطرات أن في حاجات حتبقى موفقة وحاجات أخرى مش ضروري حتكون موفقة الفيلم على مستوى التكسيدات عنده إنجازات استثنائية جدا وعلى مستوى على المستوى الأبرز في التكسيدات ديت عندنا ديل روي لندو آآ عمل عمل دور استثنائي حقيقي استثنائي متبروز قوي لأن يعني انتو خطوا بالكم وانا بقول حكاية الزمالة والصدقة في زمن الحرب حتة الأشباح اللي بتطرد المحاربين القدامى حتة التعقيدات مع الابن دي كلها الحقيقة موجودة في الشخصية دي بس في شخصية بول اللي بيجسدها ديل روي لندو ومتبروزة قوي والأدوات التعبيرية المسرحية تم إهداءها بالكامل ليه ولحظات الميلو دراما مش عايزة أقول المبالغ فيها ولكن عايزة أقول اللي بتوصل لأقصى حدودها أو لأعلى حدودها من خلال التعبير المونولوجي للشخصية وهي بتتكلم مع الشخصيات الأخرى أو بتكلمنا احنا كمشاهدين في أعلى وأبرز وأوضح أحوالها بس كل ده يا جماعة بيجي مع تحديات ما هو مش سهل إنك تحط ممثل في حاجات يمكن وأنا بوصفها دلوقتي تباني إن هي هدف للانتقاد ولكن لما أقولك إن الراجل ده أبدع فيها بشكل لا يمكن إنكاره لا يمكن يعني كل شيء في الدنيا خضع للمناقشة بس دي صعب قوي يعني الراجل حيطلع معلم معكم جميعا ده أداء بتاع موسم جواز شادويج بوزمن بينج اللي هو النجم الأبرز في الفيلم أو الاسم الأشهر بالنسبة لنا احنا دوره مش كبير قوي ولكن برضو هو بصلة مهمة جدا على المستوى الأخلاقي وعلى مستوى الرسالة العامة بالنسبة للفيلم كله أداءه فيه كان موافق جدا عناصر الفيلم الأبرز الأخرى اللي موجودة هي الموسيقى التصويرية زي ما كانت عنصر مهم جدا في بلاك لانزمن برضو في الفيلم ده عنصر مهم جدا وعناصر المونتاج لأن زي ما بنقول فيلمنا غني بينتقل في الزمن بينتقل ما بين لقطات حقيقية ولقطات أرشيفية فيه مشاهد أكشن وفيه مشاهد حربية بعضها ممكن يكون عنيف وصعب وده تنبيه مهم جدا للناس اللي عايزة تتفرج على الفيلم ده مش خفيف ده فيه حاجات صعبة فيه بعض الحاجات الصعبة الفيلم ما بيخجلش من أنه هو يقدمها بوجهها القبيح المباشر جدا وتجربة المونتاج أو أسلوب المونتاج في الأمور دي كلها ما كانش مربك على الإطلاق مع الوضع في الاعتبار زي من الفيلم الطويل فدول ممكن يكونوا العناصر الفنية الأبرز في رأيي أنا الشخصي عن الفيلم بشكل عام زي ما بنقول الفيلم ده فيلم مهم وتقيل ومؤثر جدا وتوقيت عرضه مش عارف إزاي الأمور ترصت بحيث أن الفيلم ده بالتحديد بالأمور اللي بيتناولها بالتحديد يتعرض في التوقيت ده بالتحديد مع اللي بيحصل في أمريكا والأضايا المثارة حاليا الحاجات اللي هو بيقولها أعتقد أنها مش ممكن أو لا يجب أنها تتاخد بشكل خفيف لأن صانع الفيلم في الفيلم ده بالتحديد هو صاحب القرارات الكبرى ده فيلم سبايك لي يا جماعة بكل إنجازات والتي يجب أنها تنسب للمدرسة بتاعة سبايك لي وبعض القرارات الجريئة اللي ممكن فعلا تكون ما كانتش موفقها قوي اللي برضو اتخذها هو شخصيا ويجب أن تنسب ليه بشكل مباشر والفيلم غير خالي من المتعة في بعض اللحظات الكوميدية في بعض اللحظات الدرامية التواصل ما بينها وما بين المشاهد ممكن يكون سهل خصوصا لو ما شغلناش بالنا قوي أثناء تجربة المشاهدة هو في كل لقطة قصده إيه وقصده يحط إسقاط على إيه وقصده يشير لإيه يعني دي النصيحة الرئيسية اللي عايز أقدمها للناس يا جماعة ما تشغلش بالك بالتساؤل ده في كل لقطة لو الرسالة مش وصلة لك سهلة ما تشغلش بالك لأن فيه أمور كتير في الفيلم الصالحة للاستمتاع وحابب أعبر عن تجربة الاستمتاع والتعلم لأن حتى اللقطات الأرشفية لأنا بنتقد وجودها جوه الفيلم دي فدتني كتير جدا على مستوى الثقافة والتعلم عن التاريخ الأمريكي كل ده بأقوم بتلخيصه في تقييم تمانية من عشرة وأعتقد أن احنا محظوظين أن في الوقت ده وفي الفقر العام في المحتوى المعروض بيظهر فيلم زي ده لأنه حقيقي فيلم مهم وحقيقي فيلم ممتع لو حد من حضراتكم جات له فرصة أنه هو يتفرج على الفيلم ياريت بسقي ساهم برأيه في التعليقات ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي